أهلا بحضراتكم مرة تانية طبعا يعني هنتكلم طبعا في سعادات النادي الأهلي لمعطش الإسماعيلي بس خليني أقول لحضراتكم أنه المرحلة الجاية وطبعا يمكن المصدر الألأ الكبير بالنسبة للأهلي وجماهيره والجهاز الفاني طبعا هو الإصابات وبالتأكيد إحنا يمكن قلنا وتكلمنا على قد إيه أنه الفرقة مرهقة بشكل كبير تلاحم المسلمين مع بعض مشاركة في بطولات مختلفة حجم المجهود البدني الرهيب اللي بيلعبه اللي عايب بتلعب الحقيقة متشط قيلة جدا في بطولات دولية مطشين يمكن كل أسبوع وبالتالي ده النقطة المقلقة نتمنى إن شاء الله في الفترة اللي جاية يعني أعتقد عودة معلول هتفرق معنا كتير وليد سليمان يفرق معنا كتير ناصر ماهر أعتقد كمان يبقى ليه باصمة مهمة جدا مع النادي الأهلي وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية مع عودة المصابين يبتدي شكل الفرقة يرجع لشكله أو لقوامه الطبيعي مرة تانية من الأخبار المفرحة أنه كابتن سيد عبد الحفيز قال أنه بنسبة 95% علي معلول هيلحق إن شاء الله مباراة فيتا كلاب مباراة العودة كمان وليد سليمان هيعود للتدريبات الجماعية في فترة التوقف الدولي فعلا يعني اتنين من اللعيبة وطبعا باقي اللعيبة المصابين ونتمنى له مشرفاء بيفرقوا جدا في قوام الفريق الرئيسي وبيفرقوا جدا في كل المباريات وفي الأوقات الحاسمة الحقيقة بيقدروا أنهم يحسنوا كتير من المباريات أحمد والنهاردة الحقيقة في التمرين زي ما حالكم شايفين وليد ومعلول على وجه التحديد يعني اشتغلوا بدني كواس جدا مستر موسيماني كمان كان ليه قاعدة مهمة ومطولة مع لعبة الفريق النهاردة قبل انطلاقة الميران الجلسة دي اتكلم فيها مستر موسيماني على بعض الأمور الفنية المرتبطة طبعا بالاستعداد والتحضير لماطش الإسماعيلي المنتظر أنه يكون يوم الأربع اللي جاي فيه بطولة الدوري الممتاز اتكلم مستر موسيماني على الوحدات التدريبية المتنوعة للعيبة هتخذ عليها في الفترة الأخيرة واعتقد أنه وده من وقع المباراة الأخيرة مع فيتا كلاب يعني حضرتكم حطوا النتيجة على جنبه وقرن مطش الأهلي بمطشاته فيه كاس علم أندية بمطشاته فيه دوري أبطال أفريقيا بمطشاته فيه بطولة الدوري العام هتلاقوا أنه على مستوى الأداء وعلى مستوى القدرة على الاستحواز وعلى مستوى صناعة الفرص وعلى مستوى اليقى البدنية الأهلي أدى الحقيقة واحدة أنا بشوفها من أفضل مبارياته يمكن تركيز مستر موسيماني في الفترة الجاية يشتغل على فكرة الفنش اللامسة الأخيرة قدرتك على ترجمة الاستحواز والفرص والسيطرة المطلقة دي لأهدافه وبتهيأ لي أنه قادرين جدا إن شاء الله بإذن الله لو شفنا الأداء ده في الكونغو أعتقد أنه الأهلي قادر على حسم البطاقة كمان خلينا طب من حضركم على أيمن وطاهر لأنه الحقيقة الاثنين النهاردة مشاركوش في التمرين ولكن كان ليهم بعض التدريبات الخفيفة في الجيم بأحسين شوية بحالة إرهاق أو إجهات فمستر موسيماني والجهاز الفني قرروا إلى حد ما يريحوهم عشان يكونوا جاهزين لكن أنا بالنسبة لي معلول وليد أنا بس يعني وأكيد طبعا هيكون في مقدمة أولويات الجهاز الفني والطبي أنه مايرجعوش إلا لو نسبة شفاءهم بنسبة 100% يعني مافيش مساحة مغمرة ومنستحملش نفقد السناء الدول على وجه التحديد في المرحلة اللي جاية بأي شكل من الأشكال